احنا خلاص اتفقنا على ان يوم الحد بنتكلم فيه ازاي نرفع مستوى التوافق لغاية ما يوصلنا الى السعادة ونلتقي في سلم التوافق الزواجي فنلتقل من التوافق الى الرضا الى السعادة ولكن ده بيحتاج مننا ان احنا نكون عندنا بصيرة على احوالنا في البيوت واحنا في حاجات تفاصيل كده بتسبب مشاكل كبيرة واحنا بنشوف ان هي مش مهمة لكن هي في الحقيقة بتكون سبب في مشكلات ضخمة لان هي بتتفسر بتفسيرات متعددة من الحاجات اللي بتسبب مشاكل زوجية وبيبقى الزوج او الزوجة اللي هو بيمارس ده شايفها حاجة تفهى ويجب ان احنا ما نقفش عندها ولقوف عندها دوات نوع من انواع تلكيك يعني مسألة الاسراف ان الزوج يكون مسرف او الزوجات تكون مسرفة اذا واقف بقى شريك الحياة امام الاسراف اللي بيمارسه احد الزوجين الزوج يعتبره بيتلكك بس هو في الحقيقة لا ليه طيب لان الاسراف ايه اللي حاصل الاسراف عند لما يكون الرجل مسرف الست بتحس بايه وانا لازم بقول الكلام ده عشان الرجالة تحس بقدي ايه الاسراف ده بالنسبة للست يفزع لما الزوج مثلا يكون بيدخن علبة سجاير بفلوس كبيرة في الاخ خالص تبص تلاقي بينفق مثلا الف ونص في الشهر على السجاير فييه اللي حاصل فيا بتحس كده بايه الزوج لو كان مسرف الست بتحس انه هو اناني يعني ايه اناني يعني هو مش عارف انه هو كده بيتسبب في عدم اماني بيسبب في ان المخاوف تزيد عندي لان الشخص اللي يسرف ويتمحور حول ذاته لو انه خير بيني وبينه هيختار ذاته وعشان كده انا ببقى حاسة بعدم الامان ببقى مرعوبة يبقى المسألة عند الزوجة متقفش عند حد الانانية لا ده بيصل الى حد التهديد ان هي مش حاسة بالامان مع الزوج المسرف ليه طيب وخاصة اي حد بيشوف حد مسرف هو بيشوفه بينفق المال في اشياء بالنسبة له تفهى طيب لو لو كانت الزوجة هي المسرفة الزوج بيشوفها ايه الزوج بيشوفها ببساطة خالص ان هي رخرة عندها انانية بس بتروح المسألة في الاسراف عند المرأة في عين الزوج الى عدم المسئولية فهي انانية وما عندهاش مسئولية هو اناني بس هو كمان مش اماني ده سبب مخاوفي اذا مسألة الاسراف دي بتترب بتترب في صلب العلاقة الزوجية وعشان كده الاسراف ده من ضمن الاشياء اللي هي بتفسد العلاقة الزوجية لانه هو درجات وليه دوافع وفيه انماط فمن ضمن الاسراف مثلا حد بيسرف على ادوات التجميل وفي الغالب المرأة لما تسرف على ادوات التجميل بتبقى عندها احساس بان هي مش مسرفة ده بتعمل حاجة مهمة في حياتها والمرأة تتظهر لما زوجها يقول لها ان انت مسرفة ويبقى من اسوأ الطرق اللي ممكن نعبر او نعالج او نداوي حكاية الاسراف ان احنا نقوح لقول للمسرف وخاصة لو كانت المرأة ان احنا نقول له انت مسرف كده في وشه كده زي ما يقوله فده يكون من اسوأ الطرق وعشان كده لازم نتعامل مع المسألة بشكل اخر الراجل كمان ممكن يكون مسرف في الاهتمام بمظهره والاهتمام بالاكل اللي بيأكله الاكل الوحده والاهتمام بالسهرات سهراته مع اصحابه على الاهوة او شيء من هذا قبيل والاهتمام بمزاجه والاهتمام بموده فينفق نفقات كتيرة جدا جدا على ده فيبقى الستة عندها ايه اللي حاصل بتقارن طب بتقارن المبين اللي بيصرفه على مزاجه وعلى موده والنفقات اللي هو احتياجات البيت صحيح ان الاسراف دي صفة مزمومة لأن الله سبحانه وتعالى نهانا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا وربنا قال لنا ان المبذرين كانوا اخوانا الشياطية فالمسألة كلها في مشكلة في مسألة التبذير هو ليه بيكون على هذا الحال ليه بيكون ده لان دافع الاسراف بيكون من النفس الامارة بالسوق كتير من الناس بيعتبروا ان الاسراف صفة ستاتي لا اوه صفة رجالي كمان لكن في الحقيقة هي بتبقى موجودة في احد الزوجين الراجل ممكن تكون مسرف والستة تكون ممكن تكون مسرفة بيحصل عند الشخصية المسرفة حالة من حالات رد الفعل الانتقامي لو حد قال له انت مسرف وخاصة لو كان الزوج لو حد قال له انت مسرف فينتقم فإيه اللي يحصل فيه في المحبس وتكون ده اسوأ تصرف ممكن يعمله الانسان المسرف انه يعمل ايه يمتنع عن الانفاق تماما ويمتنع عن اعطاء المال وبما ان كنتوا بتقولوا علي ان انا مسرف طب خلاص اواريكم يعني ايه عدم الاسراف فيأزي اللي حواليه عارفين ليه بيعمل كده لان الشخص المسرف عنده حالة من حالات التعويض حالة من حالات المبالغة لانه عنده خواء في داخله فبيسرف عشان يملأ هذا الخواء اذا الاسراف مش حالة من حالات الاتزان ولا حالة من حالات الاعتدال ولذلك الاسراف ده لا سقف له يعني لو واحد عنده مرض الاسراف ده ما بيبقى له السقف لدرجة انه ممكن في رد الفعل الانتقام دي يصل به الحال ان الزوجة تقول له تقول له مثلا انت تجوزتني وانا كده وانا مسرفة وانت اللي بخيل اه يبتدي بقى نوع من انواع الانتقام وكسر شريك الحياة ودي احد مساوئ الاسراف ايضا ان الشخص بيضطر ان هو يدافع عن نفسه فيدافع عن نفسه بتكسير شريك حياته والراجل الموسرف ممكن يقول لمراده في رد فعل انتقامي كمان ان هو يقطر على البيت ويبخل عليه دوافع الاسراف كتيرة من دوافع الاسراف مثلا ان افتعال المناسبات بدعوة ادخال السعادة على النفس وعلى الاسرة ايه اللي حاصل نفتعل المناسبات عشان نجيب حاجات كده ننتصور ان هي ايه ان هي هتدخل السعادة على الاسرة وما فيش مناسبة او ممكن يكون دافع دافع كمان الاسراف ان مجرد طبقة اعلى من الطبقة اللي بيعيش فيها الشخص المسرف ده لانه بيتمنى ان هو يبقى في الطبق دي لانه متصور ان ده هيخليه سعيد ولزاك الله سبحانه وتعالى امر ان احنا لا نمد عينينا الى الى ممتع الله سبحانه وتعالى به الاخرين ليه طيب عشان ما يحصلش هذه المقارنة المقارنة الطبقية اللي تخلي الانسان يسرف واسعاد بيبقى الاسراف بيدافع ايه بيدافع ان انا عندي احساس بالنقص بنقص عاطفي بخواء عاطفي فبحتاج ان انا اعوض هذا الخواء بان انا ان انا اشتري كتير ونزاك فيه حاجة اسمها شهوة الشوبينج شهوة الشراء فيبقى فيه اسراف الشراء وهنا بقى بيجي سؤال هو الاسراف ده اضطراب نفسي محتاج لطبيب نفسي ولا هو صفة وليدة للتربية الحقيقة في حوال كتيره بيبقى بيبقى الحالتين موجودين الاسراف ممكن يكون الاسراف تعويضي بيكون عشان واحد حس بفراغ عاطفي او بسبب الالام والمتاعب اللي هو بيتعرض له فيحاول يعوض هذين الالام وسعاد بيبقى الاسراف ان انا كافئ نفسي وادلل نفسي ادلع نفسي فيكون هناك اسراف كمان من هذا الجهة وفيه اسراف صدوكي الرجال عندهم مشكلة في قدارة ملف الاسراف مع المرأة وفيه مشكلة تانية وهو ان الراجل بيبقى خايف من الاسراف عشان الاسراف ده ما يعديش اولاده وان السفة دي تنتقل الى الاطفال ولذلك هو دايما بيبقى عايز يقولها خلينا نمشي على ما نحتاجه في حديثين مهمين جدا في السياق ده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ازاي نتعامل مع احتياجاتنا فقال حسب ابن ادم لقيمات يقيمنا صلبة الكلام مش على لقيمات بس الكلام مش على اكل بس ده حسب ابن ادم ملابس تستر عورته وتجمله حسب ابن ادم في كل شيء اللي هو يخليه في مقام التكريم والاحترام يبقى لازم الزوج يتكلم مع زوجته وما يملش بس يتكلم ازاي وما ينفعش يكون الكلام كلام مطلق كده في الهواء ولكن اللازم الكلام يكون بيشتمل على حقيقة وساعتها الارقام بتبقى مهمة ان احنا نتكلم على ان احنا احنا دخلنا قد كده وصرفنا على البندي ده قد كده البنود التانية عن نعمل فيها ايه ونخلي الانسان يقدم مقترحات في بعض الاحيين الاسراف يكون شكل من اشكال الادمان وهنا بمحتاجين هنا بقى تدخل واحنا مع المدمن مش بنمل من ان احنا نخلي ضميره يتحرك وبنحذره باوقات كتيرة ان احنا يوصل للعاقبة الوخيمة للادمان ان هو يدمر نفسه يدمر كل اللي حوليه بس يخلي بالكم لازم نحذر واحنا بنكلم المرأة المسرفة انك تقول لها ان انت مسرفة فهتقول لك انت ليه بتأزيني بالكلام ده المفروض تقول لها احنا ميزانية نكزة واحنا هزين نتصرف ده والله سبحانه وتعالى بيقول بل الانسان على نفسه بصيرة تعالي نستبصر في حنة تعالي نتدبر امورنا وانتي صرفت في الموضوع الفلاني كذا واحنا محتاجين بقية الشهر كذا لازم الزوج يكون حذر وما يقارنش زوجته بحد تاني لانه لو عمل كده المشكلة تنتقل من مشكلة الاسراف الى مشكلة تانية خالص هتحاول المسألة الى تنازع وان انت بتأزيني وبتكسرني وما بتحبنيش وبتحاول تهدني وبتحاول توصفني بأوصاف مش موجودة فيه وساعات لو هو بيقارن بينه وبين واحدة تانية بتقوله انت هتكون بتحب الست دي او عينك منها فعشان كده بتقودي الكلام ده وعشان كده اياك وانت بتعالج الاسراف مع زوجك مع زوجك او مع زوجتك اياك تحاول ان انت تخلي الشخص ده يتحول من شخص مصرف اي شخص بخيل لان البيت كده ما تحلتش المشكلة بتاعته ده احنا عملنا تعقيد وساعتها الانسان بيعيش بلا احساس لما بيقرر ان هو يخرج من الاسراف الى البخر الى الاكستريم الى الطرف الثاني يعيش بلا حياة وبيلا معنى وعشان كده في حل مشهور للجال بتعمله بس ما بيكونش كويس اللي هو يقفل المحبس وده بيبقى خطر جدا جدا لان ساعتها الشخص المصرف ده ممكن ان يكون ده مدعال للانحراف لانه بيتجني جنونه بيحس ان فيه واحد بيزله يبقى مش منحل مع المصرفين ان احنا نقفل عليهم كل الحنفيات ونعمل ايه ولكن الحل ان الاسراف دوت في الغالب بيبقى ناشط فيه الطفل المتمرد هو متمرد على النفقات البسيطة اللي احنا بننفقها يبقى الحل هو ان احنا نرده ايه نرده الى شريط البالغ الرشيد فنعمل ايه فنترح عليه الارقام ونترح عليه كمان الاسئلة عسى يقدر يفهم ده المصرف ساعات بيصرف وبيعمل ايه بيصرف في الشراء وفي الطلب ولابد ان انت تكون عارف ايه الدوافع اللي بتخليه يوصل لمسألة هذا لان في بعض الاحيين بيبقى الاسراف صراخ فيه ناس بتسرخ على الناس التانين ليه لان الصراخ ده عشان هو يلتفت اليه يحس بانه هو محتاج بس محتاج ان فلوس محتاج هو شخصية وذلك من الحلول المسألة دي انك مش انك دمنا عن اموال ولكن الحل ان انت متسبش مبالغ كبيرة في البيت وتعمل ايه وتجلس جلسة انا بسميها جلسة التدبير عارفين حصص التدبير المنزلي تجلس جلسة التدبير المنزلي مع المسرف وتخليه مسئول وتخليه هو اللي عليه ان هو يتعامل مع المسألة دي واحد يقول لي طب ما هو ما هي دي مشكلة ان هي بتبقى لو هي مسرفة بتسرف الفلوس كلها في ثلاثة منه في ثلاثة من الشهر ونقعد بعد كده مش عارفين نعمل حاجة او هو يسرف كل الفلوس وبعدين ييجي اخذ من مصروف البيت فالبيت يحصل له تهديد انا عايز اقول كده حاضرة النبي صلى الله عليه وسلم اوضح لنا العلاج لما قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن راعيتي الرجل راع وهو مسؤول عن راعيتي والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن راعيتي ان انت تستثير غدة المسئولية في المسرف لازم تحسس ان هو مسؤول احنا دلوقتي هو ده الاموال اللي معانا ولو سمحتي احنا محتاجين نعيش بهذه الاموال والناس اللي في المسل طبقتنا بيعيشوا بهذه الاموال فحضرتك شو في الكلام ده احنا مش نقدر يبقى عندنا فلوس غير كده يبقى ايزا الشخص الذي اسرافه وصل الى حد الادمان مش الحل ان انت تمنع عنه الاموال ولكن الحل ان انت تحط له مال محدد وتخليه مسؤول على انه يتدبر هذا ده ولازم في المسرف ده ما نقعدش نفكره اذا كان هو بيحاول انه يتخلص من اسراف انه هو شخص مسرف ولابد ان احنا ندعمه في كل خطوة هو بيخطوها عشان يترك الاسراف ده يعني الزوج لما يبطل شرب سجاير عشان يوفر ولا الزوج لما يبطل انه هو يخرج خروجات كتيرة مبالغ فيها ويسرف اموال كتيرة ضخمة على خروجاته مع اصدقائه ايه اللي حاصل ولا انه هو يشتري برندات غالية جدا 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 مش مناسبة جدا للمستقل الاجتماعي اللي هو فيه ويسرف في شراء البرندات دوت ايه اللي هيحصل ساعتها هنبقى محتاجين ان احنا نشجعه انه هو يخطو اي خطوة لترك الاسراف قلنا شوية اجراءات تساعد الشخص المسرف على انه يتخلص بس تعالوا نقول شوية اجراءات محددة في مساعدة الشخص المسرف على انه يتخلص من الاسراف اول حاجة احنا لازم يبقى فيه مسارحة فيما يتعلق بالاموال بلاش حكاية ان احنا مش هنجرح خاطر مش هنجرح نفسية الشخص المسرف لازم نحطه فيه مقام المسئولية فنصرحه بالارقام اللي عندنا الحاجة التانية نطمئن الزوج او الزوجة المسرف عشان ايه اللي يحصل مالجعش لفكرة ايه اسقص الريش في ايه اللي يحصل فيحصل الزوج انه هو ينفلت المسألة منه فاحنا محتاجين طمقانة الشخص المسرف ان احنا معاه مش هنسيبه كمان على الزوج والزوجة كمان التحكم في عصابهم وإدارة ايه الموارد لانه ما تحكموش في عصابهم هيبقى ده مبرر للشخص المسرف هو مش هيقول كده بس هيبقى مبرره انه هو بيسد حكته العاطفية بانه يسرف من الحياة المهمة جدا جدا الكلام اللي احنا قلناه عن الاسراف وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يساعدنا ان احنا نكون داعمين ونكون سند لكل شركاء حياتنا انهم يعودوا الى الاتزان واعلموا ان من ساعد الانسان على الاتزان ذاق حلاوة الايمان يا رب جعلنا مدد وسند لأهل بيتنا عشان نخرج من هذا الاسراف الحارق الخارق للقلوب الذي يؤذي ولا يبقي ولا يذر اللهم اجعلنا من الرشدين واجعلنا يا ربنا من اهل الاعتدال في كل وقت وحين اشتركوا في القناة